سكان جزر المالوين حسب التسمية الأرجنتينية أو الفولكلوند كما يسميها البريطانيون يصويتون بأغلبية ساحقة بنسبة 99.8% للبقاء تحت النفوذ البريطاني ومن بين 1672 ناخبا شرك في التصويت 92% حاكم الجزر البريطاني ما جرى كان تعبيرا جماهيريا قويا عما يشعر به أهل جزر الفولكلوند عن الكيفية التي يتصورون بها مستقبلهم بطبيعة الحال من بين المبادئ الرئيسية للأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير مصرها ولا يمكنك أن تحصل على رسالة أوضح بشأن تقرير مصر شعب من هذه النتائج وهذا التصويت الكاسح بنعم الأرجنتين ترفض هذه الانتخابات ونتائجها بالنسبة إليها سكان الجزر ليسوا أصليين في المنطقة بل استقدمتهم لندن من الخارج وبالتالي لا ينطبق عليهم حق تقرير المصير وقالت إن هذه الأرض أرجنتينية